موسيقى فاليوم موضوعنا هو إعادة هيكلة الدين هل هو أنوني كيف من الناحية الأنونية ممكن نسترد الأموال المنهوبة أو الأموال اللي تحولت كلها لبرة برأيك الأموال اللي تهربت لبرة سمعنا أنه ممكن يصير فيه دعاوة ضد المصارف اللبنانية هل بالخارج يعني هل ممكن ينطالوا المصارف في لبنان صباح الخير أستاذ ريتا لألك ولمشاهدين أول شيء نحن بتعرف بظل الوضع والاقتصاد المتعصر بالدولة اللبنانية عم نوصل أمام استحقاق كبير هو بأزار لتسديد ديون خارجية اليورو بونز فبالتالي نحن أمام مأزك ولهيك عم بتلاقي القيمين يعني سواء السياسة المصرفية أو الحكومة بعد لهلأ يعني بحالة انقصام بالرأي لاتخاذ القرار بشكل سابت إذا بإمكانيتهم تزديد الدين أو الامتناع عن تزديد الدين بتسعة أزار ولهيك اليوم تحديدا عم بتم الاجتماع مع صندوق النقد الدولي مع أنه بعد ما فيه طلب مساعدة مالية يعني بعده كل عم يتداول استشارات ضمن الاستشارات يعني ما وصلوا لمرحلة الطلب المساعدة المالية لأنه فيه إلى نتائج وإلى شروط بدأت تكون مقيدة كيف بتم الطلب عن طريق المجلس النيابي؟ الدولة اللبنانية كمجلس وزراء أكيد ضمن الاجتماع الاقتصادي العم بيتام يعني كوزير مالية حاكم مصرف لبنان كل هالجهة المسؤولة عن الكطاع المالي رح تكون عم تطلب رسميا من صندوق النقد الدولي اللي هو عم يكون كجهة بتحدد السياسات للمحافظة على الاستقرار النقدي ولكن نحن ما بدأ موافقة المجلس النيابي يعني يعني بمجرد ما رئيس الحكومة كمجلس الوزراء مجلس الوزراء نحن بهذا الإطار ولكن السؤال الأساسي أنه نحن هل بإمكانة الدولة اللبنانية تسديد الديون أو بدنا روح على استدانة من جديد أو جدولة هذه الديون لهل على الصعيد الرسمي لا إجابة الكل بعده عب يدرس الخيار مع أنه نحن الوضع عب يفرض عدم الدفع وبالتالي الدخول بمفاوضات جديدة مع الدائنين اللي هن الأجانب خلينا نحن ركز على الدائنين الأجانب للوصول إما إلى خصم أو تقليص حجم الدائن وأعطاء مهلة إضافية وأما عدم موافقة الدائنين يعني بدأت تم عملية تفاوض وهيدي أنا برأيي بدأت تم عنا وقت للتفاوض بدأت تم سريعة رح تكون أكيد الخطوات والمتسارعة يعني أصلا نحن التأخر رح نكون عم نوصل إلى الاستحقاق وبالتالي تزديد الدائن يعني كمان يمكن عم يعرض السياسة المالية للعجز لأنه هي صار كمية الاحتياط الموجودة متدنية وبالوقت اللي عنا نحنا المتطلبات الأولية أو الحاجات الأولية المفروض على الدولة تكون عم تقدمها أو عم تدعمها نعم طلب من الحاكم أنه يعطي قديش فيه سيولة بعد بمصرف لبنان وما جاوب لحد هلأ يعني طلب أسبوعين ليش هو مش موجودة عنده على الكمبيوتر يعني ما بيقدر يعطي أنا برأيي ما طلعت على الطلب أي جهة لطلبت رئيس الحكومي يعني مسألة الطلب ولكن أنا برأيي نحنا بنشوف آخر 3-4 شهور يعني مسألة الاحتياط الموجود ضمن مصر في لبنان فيه أرقام عم بتكون إما تقريبية أو تقديرية يعني ما عم بيكون في عمنا تقريباً أداش عني رقم السابت أنا بصراحة ما عندي رقم المحدد رسمياً يعني وما رح فيه إفصح لأن مع أني عم تبعد بعض التقارير بتقول هي الكمية متدنية أقل مما عم بيقوله أنا يعني عم بقول ما بدي أجزم نقرأ التقارير لأشخاص ماليين عم بيحطوا أنه فيه المليارات من نكتر ولكن نحنا فيه أزمة الكطاع المصرفي يعني نحنا شايفين الناس كيف عم تكون عم تتهافت للمصارف لتسحب المئة دولار صارت لأنه خوفاً من تعسر الدولة ونحنا هون عم نقول بالنسبة للديون أو السيادية اللي هي متعلقة مع الجهات الخارجية بالأوروباند يعني؟ صحيح منا مكتسرة على الديون المصارف الديون الداخلية لهيك هي النتائجها رح تكون صعبة لأنه عدم تسديدها خلينا نحكيها من الناحية القانونية أي شخص مدين عم يتعسر أو عم يمتنع عن تسديد ديونه رح يكون أول شي عم يخضع لملاحقات ولكن نحنا هون عم نحكي كبنوك أجنبية أو مستثمرين أجانب اشتروا هالسندات من الدولة اللبنانية رح يكون في عنا استقرار وعدم سئة بهيدا بالنظام المصرفي اللبناني وهيدا رح يكون عنا امتناع بالمستقبل لأي تقديم أي تسهيلات لهيك اتخاذ القرار بالدفع أو عدم الدفع بعد وحتى تاريخ هالساعة لم يتم حسم هذا الموضوع سمعنا أنه سيتم دفع جزء وستعاد هيكلة الجزء الآخر يعني مش رح يدفعوا كل المبلغ ولا رح يهيكلوا كل الضيون يعني عادة هيكلة ديون شو رأيك إذا توصلوا مع الدائنين وضمن إطار التفاوض المسعد دولي لدفع جزء من الدين منكون يعني نحنا عم نأجل المشكل لأنه نحنا الدين أو السياسة يعني نحنا الاقتراض فيه لازم يتبعها كان إصلاحات وجراءات عدة هل يترى لبنان نحنا هلأ بهالمرحلة الصعبة قادرة بعد تحمل المواطن سياسة ضريبية إضافية لأنه نحنا عم نطلع واردات أكيد لا الناس كلها بحالة بطالة معظم يعني كل يوم عم نسمع الأرقام مخيفة كل هالاعتبارات هي رح تكون عنا نحنا مشكلة وإن أعتقد أنا رح يتم يمكن خصم أو تخفيف تقليل سكيمة الدين يعني هيركات للدائنين رح يتم أنا برأي معقول يكون عم يوصل ولكن هيدا الأمر بعض متقرر حتى يكون عم نخفف نسبة الديون الخارجية أو التوصل إلى تسويمة ضمن تأجيل لمرحلة مهلة إضافية يعني تب برأيك هل ممكن أنه نقدر نستعيد من المصارف برا الأموال اللي هربت لبرا بالقاوين الأخيرة هيدا ممكن؟ أول شي نحنا بدنا لنقدر بتعرفي نحنا بمسألة تحديد الأموال المهربة يعني هيدا منا مقتصرة على فترة أربعة شهر لأن نحنا إذا شخص صاحب حساب وحول حسابه لبرا مش هون هي الخلاف هي الخلاف على الأموال المشبوهة والأموال اللي خرجت من لبنان لأشخاص في علامات استفهام على كمية المبالغ المالية اللي هي بحساباتهم لهيك هون نحنا خلينا ننطلق من الإطار العام اللي هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالألفان وثلاثة اجي تحددت ألية تعاون الدول الأطراف ونحنا لبنان وافق على هذه الاتفاقية بالألفان وثمانية وجينا تباعا بلشنا بالألفان وخمسة عشر أصدرنا أنون أو عدلنا أنون تبييد الأموال والهيئة الخاصة للتحقيق المصرفية وصلنا للألفان وسبعة عشر أصدرنا كمان أنون الحصول على المعلومات عنه إذا مدى فعاليته ورجعنا وصلنا لأنون لنا الحصول على المعلومات ومكافحة الفساد أو كشف الفساد في الكطاع العام بالألفان وثلاثة عشر واللي رجع رده رئيس الجمهورية بستة وعشرين تموز إلى المجلس النيابي لإعادة النظر يعني منلاقي عنا نحنا كم من الأوانين اللي هي عم ترعى آلية ملاحقة وتعقب الأموال الغير مشروعة خلينا نسميها أو المهربة اللي بتندرج تحت عنوان أموال غير مشروعة كونها ناجي عن الفساد نعم لكن الألية نحنا بنعرف أنه النصوص القانونية العامة أو الخاصة عندها إمكانية ملاحقة ولكن السلطة القضائية بدأت تكون إذا ما أنشأنا هيئة مكافحة الفساد لأنه بعد ما أنشأت رح يكون القضاء العادي هو عم يتابع هذه المواضيع ولكن هون نحنا عقبات بمسألة الملاحقة يعني كأجراءات أولا مثلا في عنا حالات الحصنات عنا مسألة إمكانية الدخول إلى الحسابات مع أنه هون ترفع السرية المصرفية والاتفاقية نصت ببنة صريح فيها على الدول المراعاة كيفية ترفع السرية المصرفية بعتقد نحنا ما بدنا إلا النية إذا موجودة النية ضمن السلطات سواء القضائية والجهات السياسية يعني نحنا عم نحكي كحكومة الوزير المعني يعني متابعة هذه المواضيع بطريقة جدية وكشف فعلا كمية الأموال المهربة بالتنسيق مع مصر في لبنان هذا الأمر بيكون سهل مجرد توفر النية بعتقد نحنا بنقدر نحل هذا الموضوع ولكن تأخر الوقت عم بيكون إنعكاسات سلبية على صعيد الدولة اللبنانية كدولة وعلى صعيد الشعب أقيمت دعاوة من خارج لبنان على المصارف اللبنانية بسبب الإجراءات التي اتخذتها المصارف هل ممكن هالدعوة توصل لنتيجة وهل ممكن دعاوة ممكن تفلس لبنوكي مثلا إذا أجبرتهم على رد ديون مثلا للموضعين ممكن هالشي يصير هيدا يعني إحنا إذا كنا عم نحكي عن موضع لدى المصارف الخاصة إجراءاته تختلف عن الإجراءات الديون الدائني الأجانب للدولة اللبنانية يعني كقطاع عام بالنسبة للمصارف أول شي عم يطرح أنه بنيويورك بديون رفع دعاوة أو تم رفع دعاوة على بعض يعني من قبل شركات موضعة أو أوضعة أموال في لبنان أول شي بدك تعرف ما صار الاختصاص بالنهاية إذا كان المصرف في لبنان والموضع سواء كان أجنبي بدك تشوفي العقد إذا بنصع أي صلاحية ولكن أنا بعتقد هو القضاء اللبناني هو المختص وفي حال كان فيه نصوص بطرع إن كانية رفع وتقدم بدعاوة أمام الدول الأجنبية في الخطورة بمحل أنه نحن إذا المصرف اللبناني عم بيراس المصرف أجنبي وبالتالي عنده أموال بمصرف أجنبي بإمكان أنا برأي التنفيذ على الموجودات أو الأموال اللي هي بتعود لها المصرف الوطني يعني أو المصرف اللبناني ممكن ينفذ يعني الحكم إلا أنا برأي إذا نحن سلكت الإجراءات القضائية بهذا الاتجاه أكيد ولكن المسألة اللي هي المختلفة والكبيرة هي أنه إذا نحن بإمكاننا ننفذ على الكطاع العام وأنا هون برأيي ما رح نوصل لهذه المرحلة لأنه نحن وقت اللي عم نكون نتعسرنا أو أفلسنا سياديا يعني ضمن الديون للدائنين الأجانب رح نوصل إلى حال وضع أن صندوق النقد الدولي إيدوا على هيدا الملف بطلب من الدولة اللبنانية أو بعدم طلب لأنه في عندي عدم استكرار نقضي صار عابر للحدود عم بيكون رح يكون عم بيوضع إجراءاته وبعتقد نحن هون ما نكون فتنة ضمن التدابير بدأتكون قاسية جدا مع متابعة من ناحية مدى فعالية يعني وقت اللي أنا بدون ننزل الصندوق النقد الدولي لتقديم أموال إضافية أو تقديم التسهيلات لحل أزمة الدائنين الأجانب رح نكون عنا شروط آسية مع متابعة يعني معش فينا نحن نكون عم نتخبى خلف سمعنا ونقول والله عم نكافح فساد أو هيدا الإدارات عم تعمل بشكل منتظم وبالوقت ما بيكون فيه شي ملموس عم بيوصل نتيجة للمرجوة للأسف يعني ما عنا إلا ثلاثة دقايق بعد بس سؤالي هو إذا تخلف الدولة عن الدفع شو الإجراءات شي بدكون فقدة السقة تجاه الدائنين الأجانب وتحديدا إذا كان المصارف الأجنبية اللي كانت عم تتمول الدولة اللبنانية ولكن الإجراءات التي تتخذ هي رح تكون ضمن تنسيق مع الصندوق النقد الدولي لا سواء هيكلة يعني إعطاء مهل للدولة اللبنانية لتسديد ديونها أو أعفاء بجزء مننا إلى حد ما صار بعد دول يعني أعفاء مثل أي دول باليونان صار عندنا نحن مشكلة الاقتصادية والإفلاس اللي صار بال2012 يعني واللي بعضه نتاجه مستمرة عندنا عدة دول سواء كنا بالأرجنتين عم نحكي أندونيسيا باكستان دخل الصندوق النقد الدولي حتى دعم بمصر فرض بعض الإجراءات الإصلاحية وقدمت السهيلات ما أعرف 4 أو 5 مليار دولار لإنقاذ الوضع الاقتصادي يعني لأنه هذه كلها ضمن سلة اقتصادية عم بتكون لخلق فرص عمل لخلق نوع من السئة ضمن الكطاع العام بالشراكة كمان مع الكطاع الخاص وليس المشكل هو فقط مع الكطاع العام لأنه في مطارح عم يكون في عنا تداخل بيناتهم لهيك تب هايدي بدون ثمن يعني مثلا بدخ 3 أو 4 مليارات بدون ثمن ولا بيكون فيه أسمان يعني تطلب من لبنان إذا ما كانت على مسألة المادية أو يعني عم نحكي نحن ضمن مسألة دائن ومدين بده يكون فيه شروط هالشروط هي بده تكون معظمة إصلاحية ولكن الخوف أنه وقت اللي بنكون نحن بحالة إفلاس وعجز مادة أنه يكون فيه شروط سياسية بس أنا هون باستبعدها بالمرحلة الراهنة طالما الدول يعني عندها حرص على استقرار الوضع اللبناني وبالتالي أنا برأيي إذا نحنا كنا توصلنا هلأ لحل ضمن التفاوض بهالفترة الأسيرة لمعالجة هالديون المستحقة بإمكاننا يعني مثل أعطاء هايكي جرعة أمل ولكن منا هي الحل يعني الوضع بعضه ما زال يتدهور وما عنا إرادات لأموال أجنبية يعني بدك تخلق السئة بهالكطاع أو بهالدولة لتخلق الاستثمار وإلا ما في جدوى على أمل أنه ينجع لبنان من هالكارثة هايدي اللي هو موجود فيها هلأ أنا بدي أشكر وجودك معنا شكرا المحامي سليمين مالك باحث ومستشار قانوني شكرا لمدخلتك وشكر موصول لكم مشاهدينا لهم بيكون خلص برنامج على الموعد إلى اللقاء موسيقى